مرحبا بالجميع لهذا الفضاء من برنامجكم داخل 18 يوم سنتحدث عن انطلاق البطولة الوطنية في قسمها الأول المحترف الأول الذي سينطلق الجمعة ببعض الفوضى الحديث عن كثير من المشاكل بسبب الكورونا سنتحدث طبعا عن الفيفا لطردها أحمد أحمد من عرش الكاف طبعا زدشي وأعضاء المكتب يهللون لهذا لطرد رئيس الكاف يعتبرونه انتصارا ولكن الحدث أيضا مرضون وداع كرة القدم لهذا النجم العالمي واسطورة كرة القدم العالمية ضيوفي الكرام اليوم مع رئيس الرابط المحترف لكرة القدم سابقا محفوظ قرباج مساء الخير مرحبا مساء النوح أهلا وسهلا وعضو الرابط المحترف لكرة القدم سابقا صح؟ سابقا مستثناء مدور وحده الآن في المكتب سابقا أهلا وسهلا من المفارقة نجد رئيس رابطة سابق مع عضو المكتب الرابطة لمكان شمعه لكن تجمعنا علاقات أكثر من نواطية أكثر من نواطية سنتحدث طبعا عن الكثير من الأمور زين عمر وسهلا الخير زين عالمي وسهلا الخير بالضيوف وأيضا جد سعيد بملاقة الضيوف أهلا وسهلا بمشاهدي الكرام سأستمتع معكم اليوم بالحديث عن كرة القدم طبعا ببداية كرة القدم في الجزائر تقريبا بعد الكثير من الأيام 255 يوم من الغياب كرة القدم تعود إلى الواجهة ولكن كيف ستعود إلى الواجهة هذا الجمعة إلى هذا التقرير شريط البطولة يقص هذا الجمعة بعدد من المباريات سنتحدث عنها طبعا خلال المواجهة الأربعة التي ستكون هذا الجمعة في الساعة الثانية والنسب باستثناء مباري شوي في ترقبها الأهل البرج على الساعة الرابعة ولكن قبل ذلك محفوظ قرباج تبدو بطولة استثنائية لهذا الموسم ظروف استثنائية لأن الكثير من الأندية تشتكي ليس بسبب الكورونا فقط وإنما بشكل مشاكل تنظيمية نحن نتحدث عن موسم بعشرين فريقا ببطولة صحبها الكثير من التصريحات اللي كانت تقبل برنامج جديد بطولة بفوج واحد البعض كان يطالب بفوجين كيف ترى أنت هذه البطولة؟ هنا رحمن رحي كل حال على ضوء التجديد اللي يقع على مستوى تركيبها القسم الأول نعتبر باللي أصعب موسم منذ زمان سواء منذ الاستقلال يعني منذ بداية الموسم توقف لمدة 8 شهور أو 9-7 أكثر من 8 شهور لعبين وما توقفين الجائحة اللي راي ضربة أطنبها في الوسط الرياضي ووسط الشعبي بالإضافة إلى عدد الفرق اللي هي 20 فريق والتردد إلى كما تكلمت إلى آخر لحظة بين بطولة من 20 فريق أو بطولة من فوجين أو بطولة من تلعب لمرحلة الذهاب فقط دون مرحلة العودة يعني التردد هذا خلق نوع من اللخبط على مستوى حتى تحضيرها عن نوادي بالإضافة إلى نقص الإبكانيات المادية خاصة فيما يخص لمواجهة هذا المواجهة ممكن الفيفا يعطاتك الفيفا لا هذا هو المشكل لأنه لما نشوف أنه الآن في البروتوكول الصحي أنه البي سيير للكنترول قبل مقابلة كل حاضرين سواء الفرق أو الصهيرين على تنظيم البطولة يخضعوا لهذه الرقابة هذا ومن بعد نقولوا باللي الرابطة تحمل المصاريف ومن بعد تقولوا أنه تغتطع من حقوق قلب التليفزيون وبترهنها الشعبوية هذه يعني مزولنا بشعبوية لأنه هنا نوادي هي اللي تحمل بالدرجة الأولى في حين أنك كما تكلمت أنه الهيئات الدولية سواء الفيفا أو الفاء الكاف بشهاد الاتحاد جزيرة القدم قال بأنه الأموال دخط مازال ما وصلتش ولكن دخط يعني كان المفروض أن نديره تسبيق النوادي هي اللي يقوم بالدرام هذا موجهين لمواجهة هذا الجائحة هذا الوباء مش للاستعمالهم كاي النقاط غامضة في هذا؟ طبعا طبعا علش النادي أنا أكثر من هذا الحكام لما تقتل من الحكام أنهم يجريوا الـ Control-PCR هما ومن بعد نعوضو لكم يعني هذا 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 لعب تخبط يعني كان أجدر أنه فيه مخابر على مستوى الولايات الاتحادية أو الرابعة تقيم اتفاقيات مع هذا اللابراطورة هذا المخابر الحكام يروحوا يديروا الاتحالي بتاعهم ومن بعد الاتحاد يخلص وإلا الرابعة تخلص أو اللجنة السيافة تحتى الحكام أما تقول الحاكم روح خلصهم بعد نعوضو لك الحاكم يقول لك أنا الأتعاب بتاعي تاع السنة الماضية مازال ما خلصنيش فيها وبالتالي كيف لك أنك نروح هنا نقوم بسياري كوت دوزميل ولا كنزميل دينا على سر هذا فوضى بالنسبة لانطلاق البطولة أن نتحدث الكورونا بشكل عام ولكن بعيدا عن الجانب الصحي كان أمور كثيرا اللي خلات مكاش جدية في اتخاذ القرارات أن تحدث عن بطولة بعد ذلك في آخر الأيام يقول لك رحين نتناقشوا هل بفوجين ماشي بفوج واحد ثم يقول لك نادي نسحب لهو ويدتي مثلا نعتقد هكذا نسحب من المجموعة الأربعة أو الخمسة اللي كانت الفوضى هذه كيف صار يعني أنتم كنتم نقطة برك هذه الفوجين أنا الخطأ المقتنع به ممكن الإصحاب القرار اللي يخدروا القرار ممشوا من الأشخاص المؤهلين كان أجدر أنه نديروا اجتماع مع المدربين النوادي ومتقهم الطبية تعالنا هذه هي اللي عندها موش البرزيدون البرزيدون ما يعرفش هذه تعتمد 19-18 فريق 20 فريق لزون ترينر هم اللي عندهم مديراية ويعرفوا أنه اللاعب بعد 10 شهور توقف أو 8 شهور توقف هل ترى يقدر يتحمل 48 مقابلة ولا لا وبالتالي هل تم استشارة المدربين أو الأطقم الطبية النوادي يعني وجد البرزيدون ويش يعرف البرزيدون دان كلوب فلاشارج وإلا كما قال أسكيب تحمل 38 مقابلة أو في أكثر من 80 وكيزلوا الكاس مونافز يعني تقريب 45 أو 50 مقابلة مستحيل تكتمل في وقتها هذا السؤال الذي ترحتها قبل ذلك سؤال تعاكلة بدنا نأكد لمعلومة نعرفها لا نستطيع نجعلها تعقب على الأموال التي ضختها الفيفا في الاتحاد الجزائري كورت القدم الاتحاد الجزائري كورت القدم هزع الأندية الحقوق تعلن خيرات خلص في مكانهم الأموال مشيت الأندية بصفة رسمية هل هي بنفس القيمة هذه نفس القيمة السيد يعني كي تكون يعني واحد مسير كما قال سيد محفوظ قرباج كونت سيد ديستيني عندك مبودي كي ديستيني قال سيد مبودي ديستيني لتست بسيار لا عندك دروة ديك لأسي لأسي الفيفا فريمو ستريك لأسي 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 كونت كونت نستعمل نستعمل لا ولكن اليوم السؤال يطرحولك السعر السيد سمحني الزميل حاك اليوم كنت في المكتب قبل ما تنتهي لا سمحني في نفس سياق وش كان يتكلم على هذا التحاليل هل كرابطة كان دور تأكم هذا عندكم مشاكل الأموال ما مضخيت وش حتى أموال إعانات حقوق البث تليفزيون عندكم مشاكل مع التليفزيون كان عندكم مشكل مع سبونسور لما عودش الاتفاق معاكم هل كان عندكم سيولة باش تزيدوا متاعب نفسكم بانك الزيني لا تعطيوني فرصة نجاوب حكيم السعب سؤال تعالي أنه راح يفوت نحن نتذكر جيدا أنه في الاجتماعات التي كنا نذيروهم مع رؤاسة الانديا كان عندي تدخل وكنت نحذر لا راكم تشوفوا في هذا الوباء هذا راح يروح مشيت على عكس موقف المدوارة مشيت على عكس ما يريده المدوار كنا نقول لهم يا جماعة لازم نكملوا الموسم لأنه كي بالنظر للعالم كامل كملوا الموسم أصبع عندهم تجربة أصبت عندهم خبرة كيفية في كيفية تاعة ما كان يصغ لكم تمام مدوار كان دائر الرابطة الوطنية عرس هرادة يقدروا يشاهدوا الأعضاء على الرابطة أول من تكلمت عن البروتوكول سانيتار في 29 أفريل عرس هرادة دير بريون وعرضوا على مكتب الرابطة وحاولنا نجمعه في بيناتنا ونطوره وعرضوا كان واحد ما يتكلم عن البروتوكول سانيتار حتى بعد أشهر باش عرفنا كيفية شرع من يتكلم وكان عندنا مشروع أن نكمل الموسم اللي فات حتى نقدر في الموسم هذا يصبح النوادي عندهم خبرة عندهم تجربة تستطيع تولي عندنا على التعامل مع الجائحة وكورة القدم هذا الموسم سيكون صعيب وصعيب كما كان لماذا نراجح قبل أن تجيب على سؤال زين لماذا نراجح هذه الفوضى هل لأنه تقول لي وكأنه الرابطة لا لديها حتى قيمة لأنه قلت لي حتى مدور لم يكن يسمع هذا ما سمع لدي احتمالين وهذا نتحمل مسؤولية هي القرارات التي كانوا يتهزون في مكتب الرابطة لم يكن يتعرضون المكتب الفيدرالي نهائيا أو كانوا يتعرضون المكتب الفيدرالي ورفضهم لذلك لم يكن لا نحضر الاجتماع المكتب الفيدرالي لذلك ديما يقول الرئيس كان يقول قوة اقتراح تشوي انفرس دي احنا حتى اليوم حتى اقتراح تعكم اجوزوه في المكتب الفيدرالي اقتراح تعكم راح اذا قلت سنين اذا اما كانت تروح للمكتب الفيدرالي اذا اما كانت تروح الترفض وهذا الامر ما يخص نحن الواجب المفروض علينا اننا جينا من الميدان جينا من الاندية عارفين وشن مشكل الاندية كل المرة نلقوا حلول ومقترحات نطلب من خلالها تشريع نطلب من خلالها تقنينها وتطبق ونحن نطبقها في الميدان على هذه ما يقول زين قال كلام اثار نقالين قال لك يا اما قال لك الرابطة حتى مدوار ما كانوا يسمعوا له حتى قرباج كان تسمع له تصريح معه روية تحدث بقوة ما رأيو هل فيه كان خلال حتى قباضات حديديا تذكروا يعني ليس بالمجملة كان بين محفوظ قرباج الكل انتقدناه ولكن يعني كما يقول محفوظ قرباج ما عندوش الحقد لا لان على باله بالعمل الصحفاء هذا هو اليوم تقدر 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 لازم يكون حاضر باش يجيب الإجابة على وشو يقول السعر سرادة ولكن اليوم إذا تذكر حاكم كانت أيضا قبضة حديدية بين مكتب الرابطة والرئيس حتوين دخل تلفاف وعدة المياه لما جاريها يعني باش تعود ترجع الأمور على محل ليمو شو يقول يعني صحيح لأن ما شفناش أشياء تندارت لما مشا ونظرت يعني سيبيان بوذو ديلتو ساب ولكن مجسدهاش في الميدان وحد يقول الحقيقة أين هو الخلل اليوم لأن في الوقت السابق يعني يقولها بدون نزيد نعودة ماناش نجد له كيرا وهنا محفوظ قرباج طلمناه لأن في وقته كنا نقول بلي محفوظ قرباج ما درش كده محفوظ ولكن في نار مبالك في وقت محفوظ قرباج كانت تمشي الأمور أحسن على ما يتمشي الآن لأن اليوم المشكل أين هو أين يكمن ما فهمناش هل يكمن في الأندية المشكل مع رؤساء الأندية لأن كين تكتولات هذا هو المشكل في كرة القادم اليوم غدوة إن شاء الله تبدأ البطولة يكرنا اليوم كما يقولوا غدوة يبدأوا مشاكل ومع ذلك المشاكل يبدأوا تكتولات ولكن اليوم المشكل يعني كل عام أنا نعيشه حاكم قلت هلك إذا تذكر في هاد نفس المكان نفس البلاتو ونفس القناة قلت لك حاكم يعني نديران نديرو فوتوكوبي ما حبش تبدل الأمور في البطولة الجزائري وهذا العام تذكر وشان إحنا نقول لك إحنا نعيشه مشاكل أكتر مع هاد الجائحة و هاد الوابع لأن اليوم أنا حين نمشو في واحد الصراعات لأن اليوم المشكل يعني في زمان لما كان كما نقولوا إحنا للمكتب السابق يعني الأشياء أحبنا و أرى أشعرنا كانوا نظرة عندهم كما يقولون un point of view تجاهزة يعني عندهم وجهة النظر التي تتماشى بين الرئيسين و الرئيس الرابيطة و لكن اليوم لا يكتب أن وجهة النظر بين الرئيس الرابيطة و الرئيس الفاظ ليست السابق الإمام يعني يعني لا يهم يحبشون في نفس الاتجاه اليوم لا يهم يحبشون إلى الاسمبلي جنرال والشامبيونة معهد الوباء وهذه الجائحة أنا رايحي ندخلوا في صراعات وندخلوا في مشاكل لما يعني هذه 38 جولة جبل الاربيغرن نسوها مشكل أيضا في البيسيال لأنه نقول لزين حاجة وراء لو كنكملنا الموسم الماضي لو كن هيئات الرياضية اللي تشرف على تسير المنافسة قدمت ملف مقترح باللي راه هي قادرة تتكفل بتسير لثم جوانات دخلي ندخلوا على سكين أيضا دخلي نكمل لك نحن لا نسقوش سلطات العمومية لأقلك سلطات العمومية حبسة المنافسة حبسة المنافسة أنا لك أنا نتصرف ونمد ضمانات في مشروع مدروس بذيقة كما اليوم كين البروتوكول صاني تر هذا في ذاك الوقت كنا نطبقوه لا ولكن في ذاك الوقت سمحني كانوا أيضا كان قسط من المسؤولين على سلطات العمومية لأنه كانوا حكمين الكميتي سونتي فيك منعوا منع باتا لعوداء إلى المنافسة كما نقوله حنا في البيديمي كي بدأت يعني في البرمير فاك كنا ندخلوا للدرعة ثلاثة كين الوقت ون نعم ما كنا قادرين يعني يعني في جوان ولا في جوية ما تقدرش تطبق البروتوكول صاني تار ما تقدرش لأنه أول عاجة ببروتوكول صاني تار ما كوني يقولها سمحني ما كوني يقولك لديك الملعب مثلا لازمك لازمك كاتفيس يعني ما عندك المشكلة لها ياك الثاني ما تريبونديش ما تجاوبش معا مع البروتوكول صاني تار لا لأنه في إصلاحات أعدت لأنه في ملعب الآن مجموء أهلاء لأنه ما فيش إصلاح صحيح أنا نرجع أنا الفكرة اللي يتكلم عليها تعال بين الرابطة والاتحاد الخلال اللي موجود أنا رأيي هذا رأيي الخاص مدام الاتحاد الحالي وإلى الرابطة فيه التباعد حتى بالاجتماعات الدورية لأنه ضج المذور مثله موش أحيانا هو يدير اقتراحات ويغادر القاعة يجتمع المكتب الفيدرالي من بعد وبالتالي احنا في الوقت اللي السابق في العالة أنا شخصيا كنت رئيس الرابطة ومغنيش في موندى الدوزيان موندى ما كوش عادل الموندى اللي كنت عادل من الكتب الفيدرالي بصح في موندى الثاني ما كوش عادل بصح كونا نحضر الرئيس الرابطة لهوات ما بين الجي كونا نحضر الاجتماع من بدايته إلى نهايته وبالتالي هل يعقل أنه المكتب الفيدرالي يناقش مشاكل تعكورة القادمة الهاوية في غياب علي مالك ما تقدرش من المفروض أنه يقعدوا حاضرين احنا هنا يكن دو سيستمتع دو كوليج قال لي جي ورؤساء الرابطة يقدموا لنظرتهم ومترحات وبعد يخرجوا وبعد المكتب الفيدرالي يجتمع لا أرى الجميع الاجتماعات أنا حضرت الاجتماعتي ورقلة كممثلت على الرابطة لا لا أنا أعلم أنا في بداية في السنة الأولى كنت في الرابطة صحيح في بداية الاجتماع الأول ثم قلت لا أحضر في الاجتماع الأول تقدم الإقترام بعد تذهب تخرج لا أعلم أي شيء قلت لي في المكتب الفيدرالي قال الزين تقدم إقتراح فكرة معقولة شكو لي فهر يرفض جده ينطقوا حاكم أنفس يقولوا هادي ثاني فكرة هنا عندي رأيي ثاني هادي ثاني سبطمر شكو لي ضد فهذا أولينا أولينا نرجح لنا لازم أحيانا في هذا المجال الدكتاتور مليحة كما كان بمدين الله يرحمه يقول قررنا احنا كنا في واحد الوقت نتناقشوا مع الأولى وكان يقول كم قررنا؟ بسير كان يقول قرار المكتب في ذرا اللي هو هذا فاصل لا نقاش فيه لمصلح على حسبه بعد النقاش كامل قال هذا هو القرار أما قال هذا وهذا طبعا طبعا خليني نروح على سهل هذا هل أنت مع قوة القرار يقول لك قررنا ولا في التشاور؟ لا 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 كين أحيانا والنازم تكون تكون ديسيدر تطرونش تهز قرار وفي كثير من الأحيان أنك تنتظر من الفاعلين اللي رهم يسيروا في المختلف الهيئات أنهم يجيبوا الإقتراحات اللي تتساهلنهم الأولى البعض كان يقول أنه أنتم مع مدوار ومكتبه وأحيانا كانت فيه فوضى وفيه عدم اتخاذ القرار وفيه الكثير من المشاكل ما بالك الآن وحده ما بالك في ذهابكم؟ بسراحة طبعا أنا لما جيت اصطدمنا في بعضنا في بدأنا أنا أتأكد باللي ما كانش نتيجة يعني احنا كمسؤولين 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 لازم نحافظ على الهدوء الهيئة هذه إلى غاية نهاية العهده وهذا الشيء اللي صراح حاولنا نتأقلم حاولنا نحافظ على الهدوء حاولنا وكانت العهدوء الهدوء لأنه قبل بعض أصهر يعني كنت تتدافع على الرابطة وعلى السياسة المنتهجة من قبل مدوار لا واحد يقول الحقيقة على السياسة انت شخصيا كنت كنت تدافع كنت تمشي حتى مع مدوار إلى بعض الأماكن طبعا كعضو لا باش تعطينا تفسيرات وباش الناس تفهم يعني هذا شيء مهم أنا ما انتقدت الشيء الرابطة وأنا فيها لأنه هذا الدروات لا سمعني ولكن اليوم كي تخرج من الرابطة وتنتقد وكنت فيها ثم ما رك تنتقد نفسك لا لا ما رك ننتقد في الرابطة أنا جاوبتوا على السؤال المفروض كان يجاوبوا أي واحد من عضاء الرابطة احنا جينا لمدة معينة صارت بيناتنا صدامات تلاقينا في بيناتنا تفهمنا يجمعها ما راح نش نخرجوا لازمنا نحافظوا على الهدوء على الرابطة نمشيوها إلى غاية نهاية العهدة ونمشيو الروح سم أنت من الناس اللي تقولوا بلي ما ننجحتوش في هذا ما ننجحناش ما ننجحناش ما ننجحناش هذا يمليح يعني بش تمد إجابة العهدة تعنا في الرابطة غير موفقة غير موفقة على جميع الأصعيدة لكن الشي اللي نفتخروا به كأعضاء كأعضاء الرابطة أننا كنا ناس مسؤولين وما خرجناش مشاكل الرابطة للإعلام وحافظنا على الهدوء تعرابطة ودرنا لوجه الرجال ودرنا لوجه المسؤولين ولحمد لله هذا لوجه الرجال وما خلاش الأمور تبشي بشكل إيجابي لأنك لو كشفت رحم الله مرئين أهدى إلي عيوبي لو كشفت أنت العيوب وشكاين في الأمور الكثير إذا كنا نتكلم بصيفة هذه نتكلم على المشكلة الإستاطين وإذا ما نتكلمش على المشكل أنه أشخاص كيفش يفكروا وكين اختلافات ما بيناتنا كأشخاص مع محفوظ قرباج ومحفوظ قرباج ومحفوظ قرباج نكونوا مختلفين في الرؤى نكونوا مختلفين لكن كين قانون كينستطيع يحدد مهام هذا ويحدد مهام هذا ويعطي صفة لهذا ويمد صفة لهذا يلا بعد غياب طويل أكثر من ثمانية أشهر مائتين وخمسين وخمسين يوما بعد ذلك سنتحدث عن طرد الفيفا لأحمد أحمد كيف هي ارتداتاته على الاتحاد الجزائري الذي يبدو سعيدا سعيدا جدا وبعد ذلك كرة القدم التي تبكي مرضونا ولكن دعني أتوقف عند ضيوف الكرام محفوظ قرباج وعرسها الرادة وزين عامر من جديد أبدأوا مكا محفوظ قرباج الآن تحدثنا عن الأمور والرخبة اللي رأي تسير بها طبعا المسؤولية في كرة القدم الجزائري ولكن حتى الكورونا زادت بشكل كبير لأنه نتحدث عن البيسيار منذ قليل تحدثوا مع رئيس مولية وران قال لك أنا مراني حاصل لحد الآن نتائج ما كاش ما عنديش وكنا نتحدثوا عن الأموال دخلت إلى الفاف وشاوي يسرع يعني صعوبات كبيرة صعوبة كبيرة صعوبة كبيرة قلت لك أنه كثير من بعن تعملية وران كان مشكل قادري من البارع من البارع من البارع وموال في الجولة الأولى قادرين من خمسين مليون يعني حالة خمسين مليون بشكل كبير حالة موجهنا لأنه هذي اليوم والأسبوع القادم لا بمشاز ولا وبالتالي كان مفروض أنه كما قلت لك كما قلت لك كما قال لك زين ممكن بعد أسبوعين ولا ثلاثة أولين يلعبوا مرتين بالأسبوع وبالتالي هنا نجوز نجوز أحياتنا كمنا في اللابوراتورة الـ إن شاء الله ربي رفع لنا هذا الوباء هذا وبالتالي كان مفروض أنه نجدوا في هذا كانت عندنا فترة معقولة نجدوا خريطة للابوراتور نجدوا معهم اتفاقيات ولا نجدوا فيهم اتفاقيات لإجراء هذه الفحوصات النوادي وكان ولاية مفيهاش مفيهاش للابوراتور وبالتالي هنا فرق راح انت راح تواجه صعوبات كبيرة راح صعوبات كبيرة من يضع المخطط طبعا شكون يضع هذا المخطط رابطة عيدة راح تصير منافسة رابطة 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 من الاتحادية لأنه رابطة لا موجودة لها الآن بركونا رابطة مش مشخص مدور ولا رابطة رابطة حتى رئيس رابطة رابطة هي هيئة مدورة مش مشخص ينشط في إطار توجيهات مكتب فدرالي وبالتالي كأنك أنا ما زال ما استغتاج هذا المنظر هذا توقل وكان اللي تسير المرحلة هذه يا أخي الأمين العام بما أنه المكتب فدرالي هو صاحب القرار خلي الأمين العام تحتاج للرابطة المحترفة كنت قدم هو يسير هيا هي قلت بكاشة رابطة هذا التفويض لا الرابطة نقول له الرئيس مهش ينحصورة في شخص مدورة وهردة ونقضت شخص انتهت الرابطة فيها 22 عاما فيها فيها أطباء عندها عقود عندها متعاملين عندها لعني موج موج في شخص قدر الرابطة تطبخ هذا البرنامج؟ طبعاً الأمين العام تعال رابطة كان قادر يضع برنامج مع الطبيب تعال رابطة اللي هو سيد بشاركي لستم مؤهلين باش يعني سيرون منافسة كما قالك الرئيس الفاف هي المخولة لأن سيال كيجال للدفلوبمون والاستوريكتوراسون يعني كورت القادم اليوم كورت القادم يعني باش ينطالق الموسم في كل بلدان العالم ما قدوش نخالفه احنا وشوي تندر يعني في جهات اخرى ما نشخير احنا من الاوروبيين ولا من ناحية كورت القادم اليوم يعني الفيدراليات هم اللي يدالوا طريقة الطريق اليوم كما قالك يعني لما تكلموا على البيسيات انا اروح لك ابعد من يعني هذه الاشياء اليوم لا تكلموش الى من الشق والى الجانب المالي اليوم يعني لو كنا يعني بطولة محترفة بأتم عن الكلمة بيسيات لازم تندر كل يوم لان اللاعب لما تتجريله يعني البيسيات وخلوج لك بوزيتيف 24 رقبل حتى يعني اليوم لما تكلموا كوراويا سيران بلون سبورتيف ما يشح انتفرجوا لا تكلموا على الناحة المدربين يلقوا صعوبات لما سمح لي يحدد لما يحدد تشكيله الاساسية لحداش اللي يلعبوه ذات غدوة من ذاك يلقى اللاعب تاعه بوزيتيف لازم يبدله بالك يلقى خمسة بوزيتيف زين عامر فيه مشكل ايضا حتى الحكام عبيد شارف قل لك اصيب بالكورونا كيف سيكون التعامل المشكلة يعني يكون اكثر كما يقولوا وعليش لان اليوم كنا نتكلموا في الكواليس مع رئيس اليوم الحكام انتهي غدوة حاكم يلقى روح بوزيتيف وقتاش تبدله احنا تعينات يتندلوا قبل عبكت تعينات وعليش يتندلوا قبل لان كين سفرية تاع الحكام لازم يمشوا بولاية الولايات لازم يأخذوا التدابير ونزيد لك نوح أبعد من ذلك لما الرابطة لم يأخذت يعني بعين اعتبار الحكام باش تعطي لهم الاموال لحكامه يعني كأنهم موظفين بوسطة هذا يعني عامل إضافي برك لما انت ما تعطيهمش الاموال ديجا هما ما تعطيهمش الاموال الموسم الفارض وتزيد ما تعطيهمش اموال بش يديروا البيسيار اليوم انت اللاعبين والكلوب سوى ديز انترقيمي بروفيسونال والناس اللي تقاضي الملايين هاد الاموالي ديروا بيسيار والحكام والموظفين البوساطة ما تعطي لهمش الاموال تقولهم ديروا بعد انفورون بورس منا يعني يعني يعطينا هاد الاعقل كيفاكم تخمو هادي عيطولها نمالوح الشعبوية هادي عيطولها انكمبان إلكتورال سمارك حبتربح رؤاساء الاندي يتعرى بطل أولى باش تعرى ولكن اليوم القانون ما يسمحش لرأيس مدور باش يعاود يترشح لأن اليوم تحت في فخ ليعيطولو رك تسير هاد المرحلة الانتقالية والقانون واضح ليسي المرحلة الانتقالية ما عندوش ويعني القانون يمنع باتا باش يترشح الى رئاسة الرابطة هل انت مع الفكرة انه عشرين نادي في تغيير سيغة البطولة الان بفوج واحد والاشكال الذي ترأى مؤخرا بانسحاب نادي طبعا يقول لك انه ويدات الامسان هو اللي انسحاب من الاسماء من النوادي اللي كانت موافقة حكيم الكورت القادمة الوطنية كل مرة تراطي لزو كازينت تودر الفرص لتجيها بس تعد الروح هذي كانت فرصة انه نقدروا ننظموه بطولة بفوجين وطنيين مش نقسموه شرق غربوه نقسموه بقرعة ملعب محايدة ولله نلعب مقابلة لكن اللي حدث انه يقول لك اربع اندية فقط هي اللي بعثت شكون الاندية اللي بعثت CRP ليسمى الصورة والبرج هذا الربعة CRP ليسمى الصورة يعرفين يسيرهم شركات وما يقدر حتى واحد يؤثر عليها ما تقدرش تهز التليفون وتقول له اسمع ما تبعت ليش لكن الناس واحد اخرين تهز التليفون وقلموهم وقالوا له ما تبعوش نذير بوزناده تنصيها خطر نذير بوزناده ومديكم له شكون اللي راح يخسر في الصوق هذا كامل حتى تلمسان باين حطوا طالب ومباد سحبوه لانه كين ضغوطات عليهم من جهة ما يقول لما يسحبوا طالب تيعكم فكونا حابين نروحوا البطولة فوضوية ربما يجي يوم الزين عامر يظهر له ويترشح يلقى الفوضى هذيك يجب دهنا محفظ قرباج هل انت يغيضك الحال لما تشوف بمثل هذا التفكير بالنسبة للبطولة بالنسبة للرابطة بالنسبة للفاف وحتى الفوضى لريساريا بالنسبة للمقترحات وما شابه يغيضك الحال انه بالعامية يقول لك جبدوا بك الحسين وما كانوش حابينك تكون هل يغيضك الحال اول حاجة هنا هذا التدبدب هذا الارواقع هنا يعبر على الضعف لانه هنا لما تكون عندك شخصية تاخد قرار بغض النظر عن المدير نستشير بكذا بسح القرار النهائي انه انت قديد قرار بتضم بطولة بتمنطة بتضم بعشرين فريق خلاص قررت قررت ما يقول لي انه نوعود نشوف الزين واش رايك أنا ننساحب أنا نتراجع تانيين بالنسبة لي انا ما نشوش باللي انا اول حاجة انه قررت كنت قررت انه ننساحب قبل لانه الظروف ما تسمحش باش نستمر هذه والي اعلنت عليها وموازال الزين شاهد على المراسلة اللي تمت معه وزير الشباب الرياضي قبل الاجتماع المكتب الفيدرالي تصطيف طبعا لانه ما نقدرش ما نقدرش لانه ما نساعدهمش أنا انا شخصيين ما نساعدهمش ما نساعدهمش في الافكار او ما نساعدهمش في الافكار في القرارات في المواقف عندنا موجهات من نظر مختلفة رب يسأل عليهم كل واحد كل واحد حر في وجهة نظره او الا في موقفه مستحيل تقدر تخدم معهم صح؟ مستحيل مستحيل من اكبر من على سرى تخدم معهم ماذا يختلف؟ ما معاديش علاقة مباشرة بالجماعة الكتب الفيدرالي كعضو الرابطة لكن نتحاوسني نتكلم صراحا كورة القدم الجزائرية في فترة ما خسرت كفاءة اللي كان قادر يمشي مع المكتب الفيدرالي جديد ولما نتكلم هكذا مش قريت بين علاقاتي كصاد أصدقاء ولا كهذا بغض النظر على دايما نفصل بين علاقة العمل وعلاقة الصدق الصدق انا بني اعضاء المكتب الفيدرالي كثير منهم أصدقاء ويلا يومينا هذا بصح عمليا ما نقدر شناح صحيح يلا زين عامل ما رأيك في مباريات اليوم غد بالظروف اللي تبدو مختلفة تماما لو انت حتوا طبعا فيه أربع مباريات في اليوم الجمعة باستثناء مباراة شبيبة القبائل أهل البرج التي ستلعب على الرابعة دعني اتحدث عن مباريات الثلاث شباب قسنطينا وويدة تيليمسان الساعد حريثا ما رأيك؟ اه حكيم اليوم ستكون عودة قلتها انت ميرانا بعد ثمانية أشهر يعني ستكون احنا ديجة يعني لما نتكلموا على كورت القدم والعريا ضحياتنا تبدلت يعني بهذا الواباء وبهذا الجائحة اليوم كورت القدم أنا نشوفه حتى في أوروبا لما تفرض في التلفاز تشوف المقابلات ما عندهاش نوكا بغياب الجماهير بغياب يعني واحد يقول الحقيقة اليوم هل العودة على الفرق تعنا شوفنا مباراة الأولى يعني السوبر كوب يعني بيننا شباب بلوز داد الذين هنقوا على التتويج واتحاد العاصمة شوفنا الرئيط كان يعني بطيء تشوف يعني مازال العودة ستكون تدريجيا يعني وفرها مزور باش يطلعوا في الكادنس يعني استحيط تطلب الشيل كبيرة؟ ما تقدش تطلب الشيل كبيرة خليني وذكركم يعني واش نتمنى وحاكم لأن اليوم تكون كما قاك رئيس يعني الجولتين هذو اللي يلعبوا اللي يلعبوا في دو سمان ومعدي تولي واتيرات على الجوالات في أوروبا كان عندهم إصابات كثيرة وفي أوروبا معرفين يعني محترفين بأتم معنا الكلمة يعني وين يدربوا تقريبا حتى ثلاثة يعني أنتريكو تيديا مشي مينبا هنا يعني بقلة يعني لاشاش دوترافايت على اللاعبين ونتمنىوا ما يكونوا إصابات بريئة طبعا جموكي بازرحين تنقلت على النوادي أيضا بروتوكور سانيتار لما يقول لك مثلا فريق يروح في الحافلات وبالتالي السينيور لازم لهم دعزوج حافلات شبابة الصورة جيترا يعني ولي بالمناسبة ديما نقول أن أكبر متضرر في هذه هو شبابة الصورة طبعا لا نتمنى أن يكون لديه حافلات إسمع لي عنده تساعتاش دي بلاصمون صح تساعتاش مقابلة يتذقل في هذه الألاف الكيلومترات ليس غير المئات الكيلومترات تخيل الصورة عام كامل يروح للقسنطينة البسكرة الوهر يعني أقرب مدينة ليقريبة لها يتلمسها لا داروا طالب ونتمنىوا من هذا المنبر حاكم يعني أن الوزارة الوصية على شباب ورياضة يعني توفل لهم طائرة خاصة أكبر فريق متضرر هو الصورة شباب قسنطينة ويدات تليمسان نصر حسين داي مولودية وهران وسريغي لزان نادي باردو وشبيبة القبائل أهل البرج من نسبة لمباراة الجمعة أما مباراة السبت أولمبي المدية يستقبل شبيبة الصورة نجم مقرأ أولمبي أشلف اتحاد بسكرة شبيبة اسكيكدا واتحاد العاصمة وفاق السطيف على الساعة الرابعة المباراةين مؤجلتين اتحاد بالعباس مولودية الجزائر وجمعية عين مليلة شباب بلوزداد على الساعة هذا أيضا يطرح إشكال ولا واحد تحدث على القسم الثاني ولا واحد ولا واحد أنا تلقيت مع لعبين ولا حتى أيضا مدربين يقول لك ولا واحد ما عندنا لقلك تدربوا ولقلك ما تدربوا شلو مبتاش يعني إنه كالنوادي راي تدرب راي فيها دارة في الاستاج في اليوم كالنوادي راي مستاج رام يدربوا وعلى كل ما زال ما عطنا من ففر باش يبدو يدربوا رام يدربوا تقريبا كتر من شهر كالنوادي رام يدربوا لكن كالنوادي 36 نادي ومن أعرق الأندي هم لا كبر الأندي اللي راي مستاج وزيد يعني لعبوا 34 جولة يعني وقتاش يدعبوا هات الجوالات يعني جما بدأوا يعني شوف مع طولهم كما قلت كالنوادي كالنوادي باش يدربوا ثم لازم نسنا وقتاش يبدو يدربوا يدعنا شهر ثم ندخلين في عام جديد شهر ونفس سمعني شهر ونفس وقتاش يبدو منافسة وقتاش يكملوا ونزيد يطلح لك سؤال آخر لو لها لا يقدر يقولوا الرابطة ثاني يقول لك خلينا يعني هما ميلعبوا أماتور ما ميلعبوش هاد العام شكون يطلع شكون يهبط كيف هيديروا هاو المشكل والره ما رأيوك على سنة هذا أنا عندي هذا وش ما فعله نقش من الثانية راح يبدأ نهاية جونبي متى ينتهي السؤال متى ينتهي نعم هذا لسوء الحظ لسوء حظ الابتحاد هذا هو أنه التعديلات اللي درب على النظام المنافسة وجهة كورونا عادل يعني لو كانوا على بالهم بل كانوا مديروش داروا مزمو التعديل ولا تغيير في النظام المنافسة ما حصلوا به الآن مع الوباء هذا كان غير منتظر ولكن كما قلت لسوء الحظ هل في التعديل فقط كان يهمهم هذا برك فقط لا أمور كثير ولكن اللي مرأي بين العين هذا يلا خلينا نذهب إلى الخبر اللي كان خلال هذا الأسبوع الاتحاد الدولي لكرة القدم عاقبة رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد بأربع سنوات والتهمة كانت الفساد والاتحاد الجزائري مهللا طبعا وفرحا بهذا الأمر خلينا نبقى مع محفوظ قرباج ما رايق طبعا معاقبة أحمد أحمد قبل عيسى حياته يبدو بأنه مشكلة الفساد يبدو بأنه مشكلة الفساد وخلينا نربطها بعد ذلك بالاتحاد الجزائري لأنه استضفت عمار بهلول عضو المكتب الفيدرالي كان سعيدا قال لك إحنا كنا في خلافات كبيرة وكانت الويشاية يقول أنه من الجزائر كانت فيه هما اللي تحتوا مع أحمد أحمد وقالوا له أنه هذا ما يمشيش معاك وما شابهه وبالتالي كانت فيه تصريحات مباشرة أول مشكلة لأحمد أحمد من الصيف الماضية ما وش من اليوم من الصيف الماضية وسبب ليحفر له قبره كما يقولوا هو الأمين العام المتوفي الأمين العام للكاف لماذا يرحموا عمر لا المصري هذا كل ما يحفر له قبره وبالتالي لم يذهب من الجزائر يعني كان ملف لما استدعيه في باريس لما استدعيه من طرف المصار نقدر أن تكلموا على الصحفي الجزائري لحل ملفات اللي هو نزيم بصول اللي هي من هذا المنبر اللي هو مدير جريد بطولة هو اللي يعني يكتب مقالات وحل ملفات عديدة اللي لحقت حتى إلى مكتب الفيفا لا ولكن لا أنا أتكلم في المنظومة الصحفية فهمي بوتايق لا يعني ملفات يعني باعتباره كان أمين عام للكاف عنده معطيات عنده وثايق اللي يسلمها هذا بالنسبة لي إبعاد أحمد أحمد ما رأيك في علاقة يقولوا بالجزائر؟ الاتحاد الجزائري سعيد بذلك ما تقدرش تكون سعيد لأنه وش كون راح يجي من بعد للكاف نازم نكون واضحين ملك اللي يجي كيف كيف ما ننزل نتصوره ثانيا نتكلم على عندك عامين أنت تترشعة باش تكون في المكتب التنفيذي لكن الرئيس سمحني حتى في وقتكم ما كانش عندكم عضوية فعالة يعني نطرح لك سؤال أين يكمن هذه المشكلة يعني حتى في وقتكم في وقتك أنت كنت عضو يعني الحجرة وروا أيضا كان عضو يعني ما كناش عندنا كنا نقولوها بكوتر ما كانش عندنا ثيقا في الكهر أين هو المشكلة؟ لما كان الحجرة ورواها في المكتب التنفيذي كان في الفيفا كان عنده لا لا حتى في الكاف كان مع المشكلة كانت محقورة فيك ودورت تعكس إفريقيا لا تانيين انت لاتحاد الحالي لما تجي انت كرئيس لاتحاد إفريقي لما تجيكم ورسالات نحي الناس اللي كانوا في الأعفليجان ماشي قال ومولو كان عندك حق تعوض انت ما عندكش حق تعوض قالت نحية نحية الزين ما وش في الفيدرالية ما يمتش فيدرالية نحية حاكي ما يمتش فيدرالية نحية هذه نحية هذه كيفاش تنظر ليك الاتحاد كيف ينظر ليك الاتحاد الكاف يحتقرك بالعكس يعني ما فيش تضامن حتى بين أبناء البلد الواحد ما يدروهاش في الدول الأخرى هل فعلا الاتحاد الجزائري يقولوا انه دارونه مشاكل نحن كنا في خلاف خلاف حتى في عيسى حياته كنا في مرحلة كنا ندخل وفي صراعات الخلافات أما الآن انتك باش تقول الخلاف وانت عندك عامين قلت كنت مرشح باش تكون في مكتب التنفيدي عمار بهلول كان مرشح باش يكون في مكتب التنفيدي وبالتالي هذا الوقت ما كنت تفاهم على الكاف والآن تضد الكاف ما رأيك لا لأن الاتحاد الجزائري يهلل بإبعاد أحمد أحمد كان فيه تصريح لخير دين زجي حول هذا الأمر وعمار بهلول أيضا صلح بأنهم سعداء جدا بإبعاد أحمد أحمد والنظرة ستتغير بالنسبة للجزائر وعمار بهلول وعلى أحمد أحمد لما خلاله شي يكون عضوه أعمار بهلول واحد ما فوط عليك دعني سأتي إليه سأتي إليه كان كين تصريحات من رئيس الاتحاد الجزائري الكورت القدم عندها مدة تعامة ضمن قل نحن غير راضون على التسيير وواضح أنه كان كين تشنجوا في علاقها مهما بين الاتحاد الجزائري والكاف نظن أنك تكون عندك مشاكل مع هيئة واحدة أخرى تفرح لما يروح رئيس الهيئة الحالي المستقبل كيف سيكون وما هو الدور الجزائر في الاكاف مستقبلا كيف سيكون يدخلوا اللجان اللي كانوا أوكي فيه لم يكن قرباج وما هو كان جاهد في زيف نبيل بثنون هل استفدنا مثل ما قالك زين ماذا استفدنا من الزمان مهم نحن كين نكونوا حاضرين في اللي كانت على الكاف بقوة تكون عندنا سمحني بكل احترامات وشك تقول أنا هذا رأيي شوف الكاف كما يقولوا كاف لازم تدخلت على السياسيين يعني الدبلوماسية الجزائرية لو لا تدخل يعني الجزائر كدولة شوف أنا اليوم كيف شوف أنا حكي شو يعطيك سانة يعني في نفسي اليوم وشاني نشوف في هد يعني تنحية كما قالك الرئيس أحمد أحمد هو سيرع مباشر بين المغاربة والمصريين ما عندنا حتى الدخل لا من قارب ولا من بعيد المصريين والمغاربة سمحني ولكن سمحني زين المغرب ومصر كانوا في اتجاه على أنه من ضمن الاتحادات اللي تدعم أحمد أحمد لعهدات أخرى باستثناء اتحادات ستة أو ثمانية بينها الجزائر نعطيك لماذا حكيم شوف نعطيك لماذا أحمد أحمد رح بعيد يعني في هد العهدة وش دار أحمد أحمد معروف نعطيك النبذة تعه الشخصية هو من يعني الناس اللي قرأوا داروا الدراساتهم في المغرب إذا ما خانتني شذكرة الزوجة مغربية بلا ما نتكلموا عن المزايا اللي يتلقاها من المغاربة الآخرة يعني من رئيس العالم أظن تعالويتاد ليهدالوا بنتلي يعني سيارة فاخرة معروفة في العالم نعم أحمد رح زاد أكثر من ذلك نحب حتى يعني مقر الكاف ينحيه من القاهرة يديروا في المغرب في الضال البيضاء يعني بس تشوف هو مشا كما نقوله احنا بالعامية يعني معلق المغاربة يعني كما قلت وانسا قول يعني رح معهم في كل شيء واضح لحصلك اللي نحى حيث حياتهم المصريين مؤسسة هذك تاع بلاي ستيشن اللي قاسها في حقوق البث اللي مد حقوق البث تليفزيوني لفايف سينك الالفين وتسعة وشرين ذلك مسهم اللي نحى أحمد هم المصريين اللي مسهم في هددهم في المقر تاع الفاف شوف أنا الفرق يعني باش واش حبيت يعني في ثواني أنا خلاص تلقى واش حبيت مصريين باش تشوف لما تمثلهم يعني لزان تيري تاح ومتاع بلادهم تاح ومتاع الفيرق تاح ومتاع يعني لاخر النظرة تاح ومتاع تحالف هذاك ما يمشيش اليوم يعني إحنا هل عندنا وجهة النظر ولا عندنا أفكار نجزدوها في هذا الاتجاه هاي بدون تحالف كاسومة أفريقية زين عامل بدون تحالف få اكسب نك مصوصلة إلى أفريقيا هذا من جانب الكراوي لا هذا جانب آخر ماذا تكلم عن هذا الجانب الكراوي ولكن مع أن الجانب الكراوي شي إخر يحتر يتأثرavam وكما تقولіль بطلنا Eck Nimmo يعمل ما ماتذوا هذه النظرة لازم انتلتج هنجزت أفكار باستوليها قويه في كل مجالات مجالي تعطينت ليوم رأيك بطني إفريقيا في الضواني كيف سنستفيد كيف سنستفيد لازم تجسد أفكار وتمشي مع الدولة تاك تولو الجزائر وتولي المكان تاها زين عامل في ثواني فقط أرجوها تعطيني في ثواني فقط كيف ستستفيد الجزائر من ترشح زدشي وعلاقته هو بأنفنتين يقولوا أنه درسوا مع بعض عندها علاقة هذا الأمر نشوف إذا ترشح إلى المكتب التنفيذي للفيفا هذه أشياء أخرى يعني هذا سيانوترفولي ولكن في الكاف ما عندنا كما يقولوا في الفيفا عنده أنا أقول لك شوف معروفة والرئيس هنا اللي ميو بلاسي هو اللي يمشى لهذه الاستماعات هي تكتولة في الكواليس اكساس والكاف ولا الفيفا إذا ضدش يعني مشى في الكواليس يقدر يدي المكانة تعوي سمحني عمار بهلول ما دار حتى شي وما يقدر يدير حتى شي وغير ما يروحش حتى انتخاب لأنه ما يقدرش يدي مكانه هل نقدر نستفاده الآن ترشح زدشي إلى الفيفا نتمنى إن شاء الله أنه لأنه كان نجح ولكن نرجع للموقف تعدولة جزائرية لأنه يكذب عليك اللي راك تتذكر باتخابات اللي تمتها على الكاف لما أطلع لقجع ونهزم كما نقول وراء 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 ودار التصريح على أساس أنه على هذه التصريحة كثير من ما تسبب لهم مشاك قال دولة جزائرية موكفة شمعي اللي راك تتذكروا وفعلا لما توصل الأمين العام بتاع الاتحاد آنذاك ينزلوهم الطائرة نزلوه لها دولة جزائرية حيطلوه باش يحضروا باجتماعات لازم الدولة توقف سمحني الرئيس سمحني في ثواني راورا وما وقفوش معه ولكن هو ثاني دخل دولة جزائرية في حيطة ذاك الوقت جبتنا حياته عند الوازير الأسبق بدون يعني وزر الأسبق بدون ذاك الأسماء وجبتوا لهنا ومشينا ومشيت معك وزير شباب ورياضة يعني الأسبق الوسم والتهمي حتى يعني عند المكان وليناك شغل ما كاش ما جبناش كاحس إفريقيا عندك الدولة جزائرية موكفة في دقيقة لا أحمد أحمد جاء الجزائر ثاني عايش يعني مدة قريب شهرين هو هنا في جزائر يا الله العملية جي راحية هنا يا وبتالي ما ماشي لما قال الدولة شوف نرجع للديبلوماسية لما توقف معاك نتكلم ونرجع تعزد شيء إلا وقفت معاك ديبلوماسية أو المؤسسات تع الدولة ينجح وإلا وقفت معاك المغرب وهذا باش تفوق علينا المغرب نعم نغلق هذا الملف طبعا نغلق هذا الملف طبعا الكرة العالمية فقدت واحد من أبرز وأساطير العالم اللي هو ديغو أرماندو مارادونا فيها الصور طبعا اللي كانت لفقدان من الأرجنتين كانت في هذه الصور الأرجنتينيون اليوم اللي ألقوا النظرة الأخيرة على واحد من أبرز من أنجبت كرة القدم العالمية ديغو أرماندو مارادونا اللي أعطى صورة كبيرة وناصعة في العالم هذا اللاعب اللي فاز بجائزة لعب القرن العشرين مع الفيفا تم الجمع بين رؤية مارادونا تمريراته نتحثوا على لاعب في طوله طبعا محفوظ قرباج عرس هلدة أيضا زين عامر في 165 فقط ولكن نعطى كل شيء تصور اللاعب في البرصة ونابولي اللي حزنه كثير في نابولي لأنه بدل المدينة بشكل كبير نابولي مبارح على سبيل المثال عودوا سماوا الملعب على اسم دياغو مارادونا حتى في ملعب في الأرجنتين يعني يشعلوا اللوش وخلاوا يعني باش تشو هاد اللعب هذا سيتشين لجند لالاماركي الفوتبول المونديال يعني بلانيتات في بلده دارو حيدات تلاتة أيام يعني باش تشوف القيمة والوزن يشوف الناعب الكبير حتى نذكر لما جاي للجزائر يعني الكل كان منباهر لأنه ما تقدرش ما تكون منباهر أمام هاد مقدروا نقولوا أحسن لاعب يعني لكل أوقات لكل أوقات مشبوط الجزائر لأنه ديغو لما زار الزور ديغو لما زار الجزائر هذي الكرة اللي وقحها طبعا تصور هذي الكرة اللي وقحها ديغو أرمان دو مارادونا في الجزائر واللي جابها واحد منها طبعا هكذا هذي الكرة اللي وقحها ديغو أرمان دو مارادونا أسطورة في زيارته إلى الجزائر لا لاعب يعني متميز وقدر قولك كان عنده خارجات متميزة كان إنسان كما نقوله هو سبيسيال يعني إنسان اللي نقدر قولك عاش كلش في حياته لدائما يتميز بخارجات هذه الصورة صونية صح؟ شو التوقيع خليني شوف التوقيع هل هو التوقيع تلك ديغو؟ حتى لاعب نظن يقدر يدير وش در ديغو أرمان دو مارادونا حتى اليوم لما نتكلم يعني إحنا في جين الحالي مصدوغين جزائريين عندهم هذه الكرة صح؟ على ميسي لما يعني تقارن بين ميسي وأرمان دو يعني ديغو ما ما كاش يعني ما تقدرش تقارن لأن تشوف كيف هو وصل بالتاعه؟ فوتقر باج تتذكروا شيئا؟ طبعاً فوتقر باج تتذكروا مارادوناتا يلعب يعني ما شافش خاصة من الهدف كنت تعتبر أنت الرئيس الأحسن في بولي أو مارادون؟ هو كل واحده لأنه بولي لأننا ضد المورا قارنة لأنه حتى الجو اللي كان يلعب فيها البطولة أو الفويفورت القدم في عهد بولي موش كمال عنا على سهل هذا ما رأيك؟ فقدان العالم لهذا اللاعب اللي يلعب مع أرجنتيني جونيوز بوكا جينيوز برسا ونابولي وإشبيليا يعني كله في من المشرق المغربي يبكي راجل اللعب كورت القدم هذا هو سحر كورت القدم ما يقدروش الساسة ما يقدروش المسؤولين ما يقدروش الناس اللي من غيره لسحر كورت القدم ما هي اللي تجعل الناس محبوبين طبعا العالم هذا هو الكرة نعطيها لكسوني ونعطيها لزين زين شوف التوقيع طبعا هذا هو اللي ديغو أرموندو مارادونة واحد من أبرز من أنجبت الكرة العالمية بفقدانه طبعا صورة محظوظين في الجزائر بتوجدها هنا في الجزائر وحنا في الأستوديو شكرا جزيلا لكم وشاهدين الكرام محفوظ قرباج أشكرك على طيب تكسح دائما فرحا بيتواجدك معنا إن شاء الله إن شاء الله موزم يكون موزم هل سيترشح طرحته لون كثيرا قال لك في كثير من المرات أحيان أصدقائي طرحوا لك سؤال قالت رشح أنا بجاد في صديق إنشان معنا بل يجب اللي عنده سيت هذا موقع لنعرفك مناصة شباب الوزر طرح لي سؤال يتكلمني على قال إعلان ما ترجعش للراب إذا فكرت في يوم الأيام إذا فكرت في يوم الأيام نترشح نترشح على الاتحادية موش للرابطة شكرا جزيلا لك على سرادة وعودة السليمة طبعا إلى العلم شكرا جزيلا لك حكيم أنك جمعتني صديقي ومحفوظه والصديق الزين عندي مدة ثانية ما تلقيتهمش شكرا جزيلا لقارنة نهار لي أرهي ما زالها دائما فرحان معك بتوجدك مع زين أيضا شكرا جزيلا لك زين أشكرا جزيلا لك عائلة مغريسي لعب سابق لشبيب القبائل شكرا جزيلا لك في التنسيق والسيدة نادية خواص في الإخراج أتحققكم على خير